بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثانية والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجاليسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبرك فيكم حياكم الله معالي الشيخ نستعرف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة قال رحمه الله تعالى وفيه مرفوعة إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله في هذا الحديث مشروعية تحية المسجد من اندخله يريد الجلوس فيه فإنه يصلي ركعتين قبل الجلوس تسميان بتحية المسجد وهما سنة مؤكدة نعم وفيه كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه وهذه مسألة أخرى من الصلاة في المساجد للقادم من السفر أنه أول شيء يبدأ به عند قدومه أنه يصلي ركعتين في المسجد فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ووضع ثمر الصدقة في المسجد وبات عنده أبو هريرة نعم وفي ذلك أيضا أنه يجوز وضع الصدقات في المسجد للمستحقين من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثمر الصدقة في المسجد وبات عنده أبو هريرة يحرسه فجاء شيء وحثى من التمر فأمسكه أبو هريرة فإذا ذكر له أنه ذو حاجة وعيال وأنه لن يعود فتركه وذهب وذهب فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله إنه شكى حاجة وعيلة وأنه تركه على أن لا يعود قال أما إنه سيعود فالمرة الثانية أيضا حصل فيها مثل ما حصل في الأولى وفي الليلة الثالثة وكل الصباح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود فعاد في الليلة الثالثة فقال دعني أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها فلا يقربك شيطان حتى تصبح ثم علمه آية الكرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب والخبر في الصحيح ونثر المال في المسجد نعم يعني وضع المال للصدقة في المسجد لمن يحتاج يأخذ وكذلك لمن يريد توزيعه على المحتاجين وقول عبد الله بن الحارث كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم نعم لا بأس بأكل الطعام في المسجد ويفطار الصائم في المسجد والسحور في المسجد إذا لم يحصل من ذلك أشر على المسجد من مخلفات الطعام وعن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما لما دخل الكعبة يوم فتح مكة يوم فتح مكة صلى فيها صلى الله عليه وسلم لداخلها وأزال ما فيها من الصغر ونظفها وذكر الله في أركانها ثم نزل صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة هذا هو ساد الكعبة ولا تزال السدانة فيهم من بني شيبة فهم سدنة الكعبة لأن الرسول دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة على أن تبقى في يد بني شيبة إلى أن تقوم الساعة ولا يزالون هم السدنة لبيت الله عز وجل وفي الحديث أنه أنه رأس الكبش الذي كأنه الكبش الذي فد الله الذي فد الله به عبد المطلب ابن عبد المطلب الذي نذر عبد المطلب ذبحه ثم إنه فداه بكبش بأمر الله سبحانه وتعالى كما حصل لإبراهيم عليه السلام لما أمره الله رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فأراد أن يذبحه ففداه الله بذبح عظيم كذلك عبد المطلب حصل له مثل هذا ولهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين ابن الذبيحين قال رحمه الله باب استقبال القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة لأن الله أمر باستقبال القبلة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام المصلي يتوجه إلى القبلة الكعبة إن كان في المسجد الحرام ويراها فلابد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها فإنها لا تصح صلاته مادام يرى الكعبة هو انحرف عنها أما إذا كان لا يرى الكعبة فإنه يصلي في الجهة التي فيها الكعبة يصلي إلى الجهة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة وكذلك كل جهة فإن ما بين فإن ما بين أقطاب الجهة التي يوم فيها كله قبلة هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فمن كان يشاهد الكعبة فإنه يشترط أن يصيب عينها وأما من لم يرها فإنه يصلي إلى جهتها ولو لم يصب عينها عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وأصحابه يستقبلون بيت المقدس قبلة الأنبياء من قبل وأما الكعبة فيا قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس فجاءه الأمر من الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأمره الله أن يستقبل المسجد الحرام في صلاته التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى معه رجل الصلاة التي أول صلاة استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم ذهب وجد أهل قبة يصلون إلى بيت المقدس بناء على ما كان عليه الأمر قبل النسخ فأخبرهم أنها حولت القبلة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة وفي البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فاستداروا كما هم قبل البيت نعم هذا فيه الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأن المسلم إذا بلغه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمتثل ما بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبادر بذلك ولا يتأخر فالصحابة لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة استداروا وهم في صلاتهم أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة نعم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وللبخاري إلا الفرائض نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل حتى في السفر كان يصلي على راحلته أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم هذه في صلاة الليل أن الإنسان يصلي إلى جهة سيره صلاة الليل وأما الفريضة فلا بد أن يستقبل فيها الكعبة المشرفة نعم ولمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله نعم أنها نزلت في النافلة في السفر وقيل نزلت في من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة فإذا تبين له بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لا يعيدها نعم وفي حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا نعم ولكن شرقوا أو غربوا هذا في قضاء الحاجة نهى صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول أو غايط ولكن شرقوا يعني حال قضاء الحاجة تجهوا إلى الشرق أو إلى الغرب هذا في المدينة هو ما كان على سمتها وكل من كان في جهة فإنه ينحرف عن القبلة ويقضي حاجته ولا يستقبل القبلة نعم وعن أبي هريرة مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة نعم هذا لمن لم يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة وهي ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم نعم وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه نعم هذا فيه أنه في النافلة في السفر وقيام الليل يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويستمر في صلاته نعم وعن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع نعم فيه الصلاة على الراحلة في السفر ويومئ بالركوع والسجود ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع نعم أحسن الله إليكم أهل الشيخ وضعفنا ثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختامي هذا الدرس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي تفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله عننا والمسلمين خير وجزا هذا يزيد الرئيش ترككم في رعاية الله وحفظ إلى الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير